جاء عند الترمذي من حديث أبي سعيد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استحيوا من الله حق الحياء استحيوا من الله حق الحياء قالوا يا رسول الله إنا لنستحي والحمد لله فقال صلى الله عليه وسلم ليس ذاك ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعاه وأن تحفظ البطن وما حوى وأن تتذكر الموت والبلا فمن فعل ذلك فقد استحيى من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعاه والبطن وما حوى وأن تتذكر الموت والبلا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة والحديث حسنه النووي والألباني وغيرهما